اقتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لاستعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزري المصري إلى تنزانيا فضلا عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة ومنطقة حي المال والأعمال فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3 وفي إطار الحزمة التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبالي موسى وسانت كاترين والذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متصقة مع سمتي ومكانت تلك البقعة المقدسة من أرض مصر ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة كما تبع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضري اللائق للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون ومنطقة مثلث ماسكيرو إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع ممشى أهل مصر على ضفتي كورنيش النيل امتدادا من كبري مبابا إلى كبري تحيا مصر شمالا ومن كبري 15 مايو حتى كبري قصر النيل جنوبا كما اطلع الرئيس السيسي أيضا على الموقف المالي لهئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغالية تخصيص الأراضي بها إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال السنوات العشر المقبلة ترجمة نانسي قنقر شكرا